إذن نعود وإياكم مشاهدينا على الجديدة إكسبريس مباشرة من بعبر بيب سبتاء الآن تدخلات والاستعدادات جارية من أجل التصدي لإحتمالية عودة الحرقة عبر الجبل كيف ما شاهدتم مشاهدينا في عدة فيديوهات منصورة على الجديدة إكسبريس أنه سبق وتم الصباح وقع واحد نفيلات واحد الهجوم على معبر بيب سبتاء من طرف مجموعة ديال الشباب وبعض الأفارقة وبعض القاصرين اللي قاموا بالرشق هاد المكان كامل قاموا بالرشق دياله بالحجارة لكن تدخلات ديال العناصر القوات العمومية حالت دون أي نفيلاتات دون وقوع أي أحداث اللي ممكن أنها تسبب في الدخول ديال هاد المهاجرين عبر باب سبتاء الحمد لله كيف كتشوفوا معنا تواجد أمني كبير والاستعدادات جارية لأنهم قبل قليل تلقى وحد البلاغ كيف سمعناه في المباشر السابق تلقى وحد البلاغ ديال وصول أعداد كبيرة عبر الجبال حاليا القوات العمومية حاليا كاملة صعادات عبر السيارات ديال المصلاحة صعادات فوق الجبال من أجل عملية فريق ديال هاد المهاجرين دون أي إصابات كيف ما سمعناه قويلة ولكن كيحاولوا أنهم يفرقوا هاد تجمعات وهاد تجمهورات قبل ما يوصلوا هنا كيف موقع الصباح كيف كتشوفوا هنا مازال آتار ديال التراشق بالحجارة قاموا كذلك بإخلاء هذا الموقف ديال السيارات قاموا بالإخلاء دياله من السيارات هنا يا صورة تعزيزات أمنية كبيرة رجال الأمن الآن حضروا رجال الأمن هنا حضروا تهموا كذلك بأعداد كبيرة هذا رجال الأمن الوطني حضروا بأعداد كبيرة إلى جانب رجال القوات المساعدة باش أنهم يحاولوا يحتويوا الوضع هنا يا صورة ديال الأمن الوطني حاملة عناصر كتيرة موسيقى نحاول المشاهدين على موقع الجديد أكسبرت أنا نقربكم بكثير من تواجد الأمني اللي كيتواجده بكثرة كذلك في الأعلى شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين يساعد في أي لحظة قدر يبانوش أعداد كبيرة عبر هذا الجبال وكيف بدأ واحد تراشق بالحجارة كيف موقع الصباح واللي خلفت فقط خسائر مادية في السيارات اللي كانت مركونا هنا واللي تم تهشيم الزجاج دياله بهذه الحجارة الآن كانت تعليمات باش يتم إخلاء هذا المكان كامل من السيارات كذلك منع السيارات اللي غدا تسعد من هنا وذلك لتأمين المنطقة بشكل كامل هنا عناصر القوات المساعدة والأمن الوطني باللباس الوقائي ديالهم كذلك في البحر كي تواجدوا عناصر الدرك البحري لكي أمنوا شريط الساحلي كامل في الصورة كذلك كيف كتشوف معنا حافلات هذه الحافلات كيف سبقوا أشرنا في عدة مباشرات على موقع جديدة إكسبريس أن هذه الحافلات حطينا هنا وكي يجيوا سيارات ديال الشرطة وقوات المساعدة حاملة عدة شباب مهاجرين اللي تم توقيف ديالهم في نقط مراقبة كثيرة تم وضع دياله في عدة مداخل كاملة اللي كتتأدى لك التي تؤدي الفنيضق وكي تم جلب ديالهم لهذا المكان هذا وتفريغهم في هذه الحافلات اللي كتقوم بالنقل ديالهم المجموعة ديال المدن وهذه خطة أمنية قامت بها هذا المصالح هذي لمنع ووصول هذي المهاجرين وتفريغهم لمنع أي نفلاتات تقدر توقع هنا تم توفير جميع الوسائل اللوجستيكية والبشرية لحيواء هذا الوضع كذلك من أجل التدخلات في الوقت المناسي هنا كل شيء على السعدات كل شيء متجند لهذا الحدث هذا في أي لحظة يقدروا كيف قلنا أنه يبانوا من هذا الجبل هذا كيف سبق وتلقى واحد البلاغ خبرناكم به في مباشر السابق بأنهم يتواجدوا في الجبل هذا في الجبل هذا هم مهاجرين من مختلف الأعمار ومن جنسيات مختلفة كيف تشوف فيديوهات سابقة تم نشرها على الجدد بناتهم كانوا مهاجرين أفارقة الذين جاءوا من مجموعة هذه الموضن المغربية جاءوا رفقات الأبناء لهم صغار وأطفال رداء جاءوا هزينوا معهم تهوما كذلك سمعوا أن وراء يوم 15 من هذا الشهر ستكون هجرة جماعية التي دعيت لها بعض الصفحات الفيسبوكية المجهولة والذي قالت أنه ستكون أحد هجرة جماعية وكيف قلنا أنه شيء شباب سؤولناهم لا يعرفون ماذا قد يأتي سمعوا أنه سابقة والذي لا حتى شيئا تستطيع أن تأتي سابقة تستطيع أن تدخل بلا شيئا هي أفكار كاملة مغلوطة ترسختهم في الذهن وقروا أنهم يأتي ومشين على الأقدام جاءوا عبر طرق السيار ومشين وجوا بالجوع وجوا مع هزين معهم حتى شيء حتى شيء ريال في جيبهم جيين لنا على أمل أنهم يدخلوا لسبتا ولكن كانت فقط أفكار وإشادات مغلوطة يتفاجئوا بهذا التواجد الكبير من القوات العمومية لمنعات المهاجرين من الدخول لهذا المكان كيف موقع الصباح شفتوا معنا في عدة فيديوهات منتصر على موقع التواصل الشماعي مشاهدينا أنه كان وقع واحد انفيلات الصباح وجاءوا منها جبل هذا وقاموا بالرشق العناصر الأمنية بالحجارة وقاموا بواحد تجمور كبير هنا وحاولوا أنهم يدوزوا من هذا الطريق يدوزوا يدوزوا بالتالي الدخول إلى سبتا ولكن كانت وحد الخطة أمنية محكامة لمنعاتهم الوصول وتم توقيف العدد كبير منهم والمئات منهم خلال هذه الأسبوع محكامة هنا مازالين واقفين رجال الأمن بعدما جاهم هذا البلاغ هذا مازال رجال الأمن أنهم يصعدوا الهجج عبر السيارات للمصالح الأمنية حيث قبلها صراحة كانت واحد لهجمة ربما العناصر الأمنية تصدأت لها فوق في الجبل ومنعوهم من النوزول إلى المكان مهل من المكان من المكان المحكومة المتحضر إلى المشاة المحكومة ترجمة نانسي قنقر 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 والصعود إلى أعلى الجبل إذا لمشاهدنا ربما كانش يتدخل أمني الفوق المشاهدين الآن فضل هذا صعود أمني كبير بقيمة الجبل وهنايا كتبقى القوات العمومية مساعدة في أي لحظة لأي تدخلات تقدر توقع هنا المترجم للقناة 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 المترجم للبخخص المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة هنا مشاهدينا الوصول للمزيد من الرجال أمان وطني كيف تشوفوا معنا في الصورة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة